السلام عليكم طلاب الصف السادس عدادي تقسيم درجات اللغة الإنجليزية لطلاب الصف السادس عدادي تتقسم الدرجة كالتالي هذه أسئلة قديمة لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف السادس عدادي لكن كلها تشابه بالتقسيم بالنسبة لسؤال الأول فرق أي هو سؤال القطعة الخارجية القطعة الخارجية أنت عندك عليها عشر درجات اللي هو فرع أي من السؤال الأول أما فرع بي أيضا عليها عشر درجات هو أسئلة عن قطع الكتاب إذن القطعة الخارجية عليها عشر درجات فرع أو أسئلة عن فرع بي الأسئلة عن قطع الكتاب أيضا عليها عشر درجات نجي على السؤال الثاني اللي هو ثقلك بي أسئلة عن القواعد أيضا فرق A وفرق B فرق A عليه 20 درجة اللي هو عبارة عن أسئلة قواعدية الفرق B أيضا أسئلة قواعدية لكن تجي على صيغة اختيارات عليها 10 درجات وبالتالي رح يكون 30 درجة على القواعد 10 على قطع الخارجية 10 على أسئلة قطع الكتاب 30 درجة على القواعد ننتقل للصفحة الأخرى الصفحة الأخرى الصفحة الأخرى بالنسبة للسؤال الثالث فرق A رح يكون إسقاطات إسقاطات علي 10 درجات فرق B رح يكون توصيلات أو اختيارات عليها 5 درجات الفرق C اللي هو فراغات سبيلنج سؤال سبيلنج وبالتالي السؤال الثالث رح يكون عليه 20 درجة السؤال الرابع هو الأدب عليه 10 درجات رح يجيك 3 أسئلة عن محمد خضير و 3 أسئلة عن قصة الكناري وبالتالي رح تترك واحد من عدهم وتجاوب على خمسة كل نقطة عليها درجتين لأدب عليه 10 درجات أيضا الثقل الكبير على الإنشاء يعني سنتثق لك أكثر شي على الإنشاء والقواعد الإنشاء 20 قواعد 30 الأدب 10 السؤال الثالث اللي هما بين إسقاطات وتوصيلات واختيارات وفراغات عليها 20 درجة القطع الكتاب عليها 10 القطع الخارجية عليها 10 فهذا التقسيم اللي رح يجيك بالامتحان الوزاري ويتبع يعني هو قاعدة ثابتة في كل سنة هو نفس هذا التقسيم ونفس هذه القضية يلا أتمنى تكون على الطلاع على هذه المعلومة قبل الامتحان مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر